موسيقى 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 معناها نقول وإحنا 24 مليون في عام 24 مليون شك 24 مليون شك يرجعوا منهم في السوداسي الأول فقط 49 ألف شك دون خلاص معناها فما 98 ألف شك على 24 مليون بما يعطيك نسبة شيكية تراجعة دون خلاص 0.4 معناها المنظومة سليمة لكنها 0.4 لـ 100 ألف شك دون رسيدة وما بعد استفاء جميع الإجراءات القانونية باش يتعديوا على المحاكمة معناها وهذا ما يكلف الجهاز العدلي كلف منقوذات دوائر شكات بعد إذا كان تحكم عليهم نقولوا وإحنا باش يمشي ثلث متاحهم ولا قداش للسجن وما يكلفه ذلك عبء على الدولة ويزيد إنسان كي باش تحطه في الحبس ما هوش باش يخلص معناه لا وهو رابع ولا المستفيد وبالطبع ما نحكيوش على المشاكل العائلية والتداعيات الأخرى ولا خلطوا يخدم باش يخلص معناها المستفيد لكن اليوم المنظومة هذية هالناجحة وهالعدد الشكات الكبير اللي زادها بيدو وهو قاعد يتدور في الدور الاقتصادية لازم نلقاه سبلوا آليات بديلة باش نخليه فيقه في الشكات ونخليه التعامل مع الشكات معتا باش ميتهجرش الشك كورقة تجارية كما الكمبيلة كما صار للكمبيلة واليوم نلقاه انديثار كل لأوراق تجارية صحيح العالم اليوم ولا رقمي والتي تلعبت تخلص بالمونيه الكترونيك والكارت وكل لكن التودو والتوضيات في تونس ما زال ضعيف ما زال فم معتا 40% لذلك اليوم لا نجموش نحكيه ومعناه على رقمنا مئة في المئة اذك علمشنا هذين مشروع يتمثل اساسا في الشيك الالكتروني ما هو الشيك الالكتروني هذا يقول لهم لجنة تشريع العامرة والاسلوب البديل احنا ماناش متعارضين بالعكس نرحب بمنع معناها العقوبة السلبة الحرية لكن في المقابل ما يعطيه ضمانة للتاجر بشيك ويتعامل بالشيك والشيك قانونا هو وسيلة خلاص حيني رهو موش وسيلة قرض اليوم شوفنا نحرف على مسار والتلعبات التعليد الشيك ده وقارنتي لكن ما هو اللي بش نعمل قواننا يمشي المستفيد يمشي لك يمشي التاجر يعطيه على رقم الشيك متاعه ويعطيه كما يدخل احنا التاول كلنا عانا لكي الابليكاسون بشوف في الوقت الحيني الشعان التكراسيد والعمليات المجرات وكل شيء يعطيه يدخل هو يحط عدد الشيك التطبيقات تعطيه رقم يقوم بمدر رقمه ذاك للتاجر اللي هو بيدو يدخل يحط البيانات متاع الشيك ويحط الرقم وقت ليحط الفاليداسون التفعيل كل الرصيد يتنحى من الرصيد الحريف يتحط في حساب انتظاري حتيكش اللي لغدو الابخزنتاسون دي الشيك وقت لي هو يمشي ويقدم الشيك للتاجر ياخو المؤونة متاعه معناه هنا وقت يتقدمه الشيك يضمن اللي الشيك فيه رسيد ويضمن اللي الشيك ذاكه معناها مش بش يرجع الو ام بي وهنا نولي وعملنا معادلة منشيره انو نحينا العقوبة السجنية ومنشيره نخليه ثقة في الشيك ويرجع العمله الاصلي الوظيفة الاصلية اللي هي وسيلة خلاص حيني ما عادش وسيلة خلاص سيمو حمد الخيلي حتى نزيد ونفهمه مثلا انا توا بش نمشي نجبد مئتين دينار من البانكة وشهرية ما زالوا بش يصبوها بعد دنهارين هي يعطيني انتي كبانكة المئتين دينار وبعد بعد دنهارين اجبدهم انت تحكي ع الشيك انت توا مثلا MotoaaaaN او الشيك او الشيك او الشيك لا احنا توا خاطر القانون هذيه اي three هو متعلق بالشيكات معنى الشيك اذا كان انتي عندك راسيد ولا ما عندك ش RESID بانصور ان اليوم اذا كان راسيد انا ما عنديش راسيد انا اليوم مثل الحبيب نعرف نعرف وعنده ثلاثين سنيه اه شهريته تتصب عن دينار ، هذا هو وعطاه شيك ببنتين دينار ونعرف اللي كل 20 شهر مثلا نهار 26 اثنين وعشرين Forces21 يصبش تباله شهري، هذا هو من نجمش أن نرجعه معناها على خاطر 20 دينار ونعرف ورد المسيبيا فما موظفين هكا أو بنكاشية ما يفهمش هي من نتصورش أنه معتها شيف داجان سوالة سواجون يعرف يخدم وعنده حريف معتها عنده سنوات معاه ويعرفه حتى أشهر ويعرفه مترسم وشهرته تصبغة ديك بش يرجع له على 100 ولا 20 دينار تبارك الله عليك حتى وجهك بشوش وتتكلم بالقدار وتصلح في البنك أنه يدخل واحد يبدأ مرتاح ولو أني أنا رأني مدير مركز الشؤون القانونية ومش كوميرسيال بتباعة يجبنا نكون معناها أليماج ولابد أنه البنكاجي خاصة في الواجهة يكونوا عندهم بشاشة وضحكة ويفرحوا بالكليونات هذا ما نحاول نقريهم أنه يجب أول حاجة أنه البشاشة الاستقباع ورهو موشم زي في بالك من الواجبيت القانونية المحمولة على السيرفي أنه يقوم بواجب الإعلام وواجب النصح للحريف وواجب التحذير يعني ينصحوا ويحضروا مناش أول حاجة يزموا يعلموا بالكوميسيال وكل شيء اللي موجود وينصحوا إذا كان بش يجي يخو قرض موش متماشي مع مثلاً مع إمكانياته وينصحوا كان مش يعمل انفستيسمن في قطاع معين قطاع ذلك يكون سينيستري ينبهو ينبهو بواجب محمول على السيرفي على خاطر وهم راهم إنسان تودع في فلوسهم عنا عنا مش أحنا نجمون نخدمون ونخدمون بيهم أي صحيح برشة بنوك استغنات بالقدارة هوا بنوك برشة رابحة أسمع وظاهرة بك البنية المذخمة ترقاها وتدخل هكا وتشوف الأرخام موهو هم راو حتى البنوك اللي مهاش رابحة راو عندها بنية مذخمة موهو زادة اليوم خاطر أنت داخل قطاع مصري فيه قطاع مصري فيه معتها مرتبط باستثمارات ويكون لايق بالطبيعة يزم هو راه دور البنك الأساسي راه دعم استثمار هو راه مش يستمعتها بشي بشي عتي يقوله بستهلكات ودعم الاقتصاد الوطني أساسا الاستثمار معنا الاقتصاد الوطني هذا هو هذا هو الدور الأساسي البقيمة ديان امتاع البنك يعني البنوك تمول ميزانية الدولة تمول ميزانية الدولة وتدعم الدولة في الاكتتاب الوطني وتخلص نظام بول في اليوم البنوك من أكبر المؤسسات من أكبر المؤسسات اللي تدفع فلوس للدولة على خاطر عندها بصفتها شركة خفية الاسم تعطي ك35% وبخلاف المساهمات متاع الظرفية اللي تعطيها فما أربعة بالمئات تحمل على البنوك زيدة معناها اليوم في البنوك بتلقاه في الوش واربعين في المئة قاعدة تعطي معتها أمبو على المربيح الصافية متاحة وبعثها زادة في الإجريات الاستثنائية أنه حتى الأموال اللي المجمدة على ملك الحرفاء والتي تتبعث لخزينة الدولة أوتوماتيكمون كل ثلاثة شهور اللي عنده حساب حتى دائن وثلاثين سنوات مخدمش به يتبعث لخزينة الدولة أوتوماتيكمون لون كل يوم البنك بالحق فما البنوك اللي يريب حبرش ما تلقاش مشكلة لكن البنوك الخاسرة والتي تعمدها مشكلة متاع سويولة فما بعض حرفاء ما يعرفوش اللي لما ينتقلوا إلى بنك آخر ويخليوا الحساب متاحهم جاري تتحسب عليه نوع من العقوبة معناها يكون عنده مئة دينار توليله زوزملاين معناها تحس البنكة رقدت له في الخط وبعد تعيت له تقوله ويجي خلص لا ما يزماش ترقد له في الخط ولازم الحريف يعرف واش بيته أو كيف ما يعرفش هسيتي يزمو يعرف على خاطر لا يعظل الجاهل وبجاهله القادم أما زاد الحق معها هبش نقولك كيفاش الحق معها اليوم المدون فهم برشة مشاكل في الحكاية فهم برشة مشاكل وحكيت فيها في المرأة هنا مع سيمو عز حكيت فيها زادة مع سيمو عز الغربي مع سيمو عز الغربي هنا في يوم سعيد وحكينا فيها في التلفز الوطني مع شاكر في دون التقتصادية في ربريك المستشار البنكي وحتى كان يرجع صفحة المستشار البنكي يلقاه الحلول اليوم إذا كان إنسان عنده سيمو عز الغربي ينجم يقول قائل أنا سكرته عن ثلاثي سنين لكن ضيعت الدشاج وليوم يجيوا التالبوني يقولون لك بيش تخلص مثلا ألفين ثلاثي سنين أربعالف دينا ينجم يمتنع ويقولهم لي لم ينجم ويشكيو بي لا فما سيركولير من نجم ويشكيو بي خطر المحكم ينجم ويشمع سيركولير بربي والله سيركولير سيركولير تلك البنكي سنترال أما يقعد بلوكي يقعد بلوكي في السيد بستي يجيب شيخ القارض من المؤسسة أخرى قلوا له عندك أمريك يقول لهم رني أنا عندي كونت عنده 3-4-7 ما تسكرش الكونت هذا بالمنشور عدد لسنة 91 لازم الحساب يجمد إذا كان ما سارتش عليه عملية أي عملية مدل 13 ما عادش يعمل ويزن في ظرف عام البنكي يسكروا هذا هو اليوم فما فرق بين إنسان خلى حسابه داء ومبعد بك الكميسيون ولا مدين حساب دائر بمعنى أنه دائر معنى خلى فيه فلوس معنى خلى فيه 30 دينار ولا 10 ألف ولا أما بعد مرجع ولا صفر ومبعد مرجع لوش ولا هذا يتسكر الحساب يخلص كما نقول الكميسيون متاع عام اللي ماش بشتفو 30-40 دينار ويتسكر الحساب لكن فما يكون خلى حسابه مدين معنى يبدأ من روج يبدأ يكون عنده اوتوريزاسيون متاع روج وخلى الروج هذك هو اللي عمل الكميول المتاع هذك حاجة أخرى يتسكر بعد عام لكن يخلص خطايا تأخير بالمحكمة المحكمة مشيت حتى كيتشكي المحكمة المحكمة مشيت في نظرية فقه القذاء كارلس نظرية اسمها نظرية القفل الظمني للحساب القفل الظمني للحساب معناها حتى يحسب يحسب كان الحساب حق وتسكر بعد عام اللي بعد العام هذك الكل وما عاد شي تحسب حتى يحسب على عام وفات الحكاية ويقف غاديك معناها ينجم الحريف يمشي ويلقى حتى حتى حريف رو يمشي ويحب يلقى حل وعلى حساب متروك وما يلقى أولوش حل ويظهر اللي يفهم بنوك تعتمد